السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو راح ناخد درس عملي وهي عن البوابات المنطقية أو logic gates والبوابة المنطقية معروفة هي AND والOR والXOR وأيضا للنفي النAND والXNOR والNOR طبعا فكرة توصيل الدائرة هي وحدة ولكن العمل مختلف مختلف مثلا بوابة OR عن بوابة AND وهكذا فحبيت تشارككم كيف طريقة توصيلها وهذا مثال بسيط عندي الAND gate بوابة الAND رقمها 7408 فخلونا نتعرف على التوصيل وبعدها إن شاء الله نوصل مع بعض أهم شيء يتجهز العناصر وهذه متوفرة طبعا بكل سهولة أولا قبل ما نبدأ خلونا نفهم فكرة الAND بشكل سريع إذا الآن بستخدم مدخلين A و B و عندي مخرج مثلا خلونا نسميه Q مثلا فعشان تعطينا نتيجة واحد من عند المخرج لابد المدخلين يكونون high أو واحد واحد أو one one ما عدا كذا بمعنى يا صفر صفر أو صفر واحد أو واحد صفر رح تكون نتيجة عندي صفر هذه هي بوابة الAND و زي ما قلتكم الميزة في الإيسيات هذه كلها نفس التوصيل لكننا رح نستخدم AND gate أو بوابة AND لاحظوا في كل IC يكون فيه four gates يعني أربع بوابات لو ناخذ البوابة الأولى هذه لاحظوا المدخلين الأول في طرف واحد والمدخل الثاني حق الآن في طرف اثنين والمخرج في ثلاثة لاحظوا نفس الفكرة إذن في كل IC عندي four gates فأنا في هذه الدائرة أو في هذه التجربة رح أستخدم بوابة وحدة لاحظوا الآن أول شيء خلونا نبدأ بالسهل أخذت طرف من ثلاثة اللي بيسميه Q المخرج إلى مقاومة وريزيستر معها LED طبعا هذا الأنود هذا الكاثود وبعدين نحطه في الـ Ground لكن في نقطة مهمة جدا طبعا أي IC لازم تغذيه كهرب DC وبالتالي أنا نسيت حاجة أقولكم إياها مهمة جدا أنا عندي منفذ 14 ومنفذ 7 هذا هو المصدر حقي إذن 14 هو البلس أو 5 فولت مثلا وال7 اللي هو الـ Ground فالآن نرجع للتوصيلة عندي ثلاثة من طرف ثلاثة اللي هو المخرج إلى مقاومة وبعدين هذا هو الـ LED هذا الأنود هذا الكاثود وعندي هذا الـ Ground هذا الموصل مع الـ Ground اللي هو هنا تحت طبعا المقاومة هذه انتم معارفين ليش أحطه مقاومة هذه عشان تحمي الـ LED لأننا نحن عند الـ LED يتحمل من 2.5 إلى 3 فولتس مثلا وبالتالي نحط مثلا مقاومة المقاومة المناسبة هي أصلا 150 لكن ما عندك أنت مقاومة 150 وبالتالي نحط الـ Common اللي هو المعروفة اللي هي 220 أوم الآن كده انتهي من حاجة سهلة الآن أنا عندي مدخلين طبعا أنتم معارفين إذا جيت تتوصل المداخل وتحط معهم سويتشات في حاجة يسمونها الـ Pull Up وال Pull Down شرحتها في دورة أساسية الأردوينو لكن في التوصيلة هنا استخدمت الـ Pull Down كيف طريقة فكرة الـ Pull Down لاحظوا الآن أما استخدم الطرف الرقم واحد كـ Switch أو مفتاح لاحظوا الطرف اللون الأخضر بعدين متصل مع طرف المفتاح ونفس الطرف المفتاح معاه مقاومة ومن المقاومة إلى Ground الطرف الثاني حق سويتش يوصل مع الخمسة فولت هذه يسمونها توصيلة Pull Down نفس الفكرة الثنين إلى الطرف الأول حق السويتش ونفس الطرف حق السويتش معها مقاومة إلى Ground والطرف الثاني حق السويتش اللي هو الثاني موصل معه الخمسة فوت هذه يسمونها توصيلة Pull Down طبعا هنا فكرة المقاومات ما هي للحماية زي هذه لا فكرة يسمونها Pull Up Pull Down تقدروا نشوفونها ما يطول عليكم للدرس كذا الآن انتهت ألا خلونا نوصلها مع بعض عملي طبعا كل ما نحتاجه هذا عندي Test Board أو Braid Board وعندي هذا هو IC اللي هو الآن Gate وهذا عندي هنا Bush Button سويتشات وعندي Three Resistors أو ثلاث مقاومات وعندي LED لكن تعرفين LED ترى انتبه في Polarity يعني فيه قطبية عندي الطويل هو الأنود وهذا الكاثود خلونا بالبداية نوصل IC شوفوا لاحظوا الكسرة هذه اللي هنا تكون فوق طبعا إذا شفت الكسرة هذه اللي فوق هذا الطرف هو واحد حلو خلو أعريكم من الآن لاحظوا حلو أبدأ دائما أول شيء بالتأسيس أعطيه كهرب عندي الـ 14 رح أعطيه 5 فولت وعندي هذا الغراوند اللي هو بوصه مع طرف 7 خلونا نقول مثلا هذا الأسراك هو أعطيه الغراوند وهذا هو الأحمر 5 فولت أو عندي أفضم هذا السلاك طبعا هذا السلاك أفضل للشرح لكن عشان تكون منظم ومرتب أكثر عندي السلاك صغار هذه صغيرة إذن الآن هذا الطرف 14 لاحظوا الحين أنا رح أخلي خط هذا كله 5 فولت شوفوا كيف مع طرف 14 وبعدين أخذ أيضا هذا الأخضر 7 رح أخلي الأزرق هذا خط الأزرق هو الجراوند شوفوا كيف لاحظوا الحين هذا 5 فولت وهذا الجراوند الآن نبدأ بالحاجة السهلة اللي هو أيش الكيو المخرج من ثلاثة إلى المقاومة شوفوا طرف ثلاثة الآن هذا 1 2 3 خلونا نحط فوق هنا في أي نقطة مهم حلو وبعدين أخذ اللد طبعا انتبه اللد عندي رجلة طويلة هو الأنود وهذا الكاثود والتالي عنده رجلة طويلة أحطه مع المقاومة والرجلة الثانية مع الجراوند اللي حنا أسسنا أصلا هنا الأزرق اللي هو هذا أحطه مع المقاومة كيف كذلك الآن انتهينا الحاجة السهلة هذه الحين نأخذ السويتشات السويتشات هذه بحطها تحت طبعا عشان في الصورة اللي عنده الكت الأدوين وبيستخدم البوش بوتون هذا لاحظوا أنا عندي السويتش دائما طرفين A و B أنا حفظه خلاص انت تقدر تسوي لها تست بسيط تعرف وشي A و B هذا هو نفس الطرف واحد وهذا هو طرف واحد يعني هذا الرجل نفس اللي هنا وهذا اللي هنا نفس اللي هنا والتاني راح أوصلها أغطيت الأول وأخذ الثاني نفس الفكرة هضغط شوي خلاص حلو الآن خلونا أخذ الأول هذا أو خلونا نأخذ السهل من توصيل السويتشات خلونا نتخلص من الطرفين هذه هذا الطرف وهذا الطرف لابد أنه يكون الخمسة فولت هذا الطرف وهذا الطرف لابد أن يكون خمسة فولت إذن نأخذ الأصفر قول أصفر مثلا أنا أقدر أختار هذا الطرف ليش أخترت الطرف هذا عشان عندي الخمسة فولت قريب هنا وخط أيضا الطرف هذا طبعا هذا الطرف هو نفس هذا وهذا الطرف نفس هذا إذن هنا خمسة فولت وهنا خمسة فولت حلو الآن باقي الطرف اللي يعتبر شوية أصعب شوية اللي هو هذا راح وص من واحد إلى الطرف حق سويتش الثاني ونفس الفكرة رقم اثنين إلى الطرف حق سويتش الثاني خلنا أخذ الألوان ولون برتقالي عندي الطرف الأول شو هذا الطرف الأول طرف الأول مع السويتش ما وصله مع هذا لا وصله مع هذا هذا عندنا طرف الحالة حلو فأخذ سلك الثاني برتقالي أيضا ووصل نفس الفكرة ونحطه هنا حلو وش باقي باقي المقاومات اللي بتكون مع الجراوند أنا عندي مقاومتين المقاومة تكون مع الطرف حق واحد وثنين شوفو هنا الآن مع هذا الطرف والطرف الثاني بان يكون مع الجراوند اللي هو هذا ناخذ الثانية وطرف الثاني مع الجراوند كذا الآن انتهينا الآن المفترض أني يضغط السويتشين مع بعض هذه البوش بوتون راح تشتغل معي اللمبة لأنها أند ولكن لو أضغط لو أنها صفر صفر وما أضغط شيء راح ما تشتغل معي اللمبة لو أن أضغط واحد بس منهم سواء هذا أو هذا ما راح تشتغل معي اللمبة ما تشتغل إلي يضغط السويتشين ذوري مع بعض خنشوف مع بعض لكن تسألني تقولي منين ما يشعل تحصل المصدر المصدر سهل باخذ بورد الأردوينو وأخذ منه خمسة فولت من نفس الأردوينو خط مصدر أو مصدر كهرب خمسة فولت هنا هذا الأحمر وهذا القراوند واحد أو الخط الأحمر هو الخمسة فولت وهذا الخط الأزرق هو الماينس أو القراوند شو كيف وصلته هذا القراوند وهذا خمسة فولت أو الخط حقنا هذا شوفوا حلو الآن بالنسبة للمصدر عندي بطارية هذه حلو أشبك الآن شبك معي الحين نعرف الآن مثل يشتغل معي اللد أو يعطيني output high إذا الثنتين هذه كلها on-on أو high-high شوفوا كيف لو واحد ما يعطيني الثاني ما يعطيني لازم الثنين طب واحد يقول مش عال أنت تقول نفس المبدأ نفس توصيل البوابات الثانية نعم نفس التوصيل نجرب بشيل هذا الآن وبحط or هذا الآن and وهذه بوابة or or أي واحد سويتش يعطي high رح تشتغل مع اللمبة لكن إذا كانت صفر صفر يعطيني off بمعنى عندي ثلاث مرات أو ثلاث حالات رح يعطيني الخرج واحد إذا كان واحد واحد أو واحد صفر أو صفر واحد إذا كانت صفر صفر رح يعطيني صفر خلنجرب نشوف طبعا لازم تفصل الكهرب وصلت الكهرب أنا حلو وصلت الآن اور هذه الأور هنا ground هنا 5 بولت شوفوا لاحظوا الآن أي واحد الآن صفر صفر ما يستغل معي شوفوا كيف يستغل معي طب لو أعطي هذا صفر واحد يستغل معي لو أعطين كلمة اثنين واحد واحد تشتغل معي سلامتكم